ده احنا مش عايزة اقولها احنا طبين تعديله كجزء من تعديل قانون الزراعة كله لانه قانون الزراعة مر عليه حوالي خمسين سنة وهناك متغيرات كثيرة ترأي على القطاع الزراعي سواء داخل مصر او خارج مصر محتاجة لتعديل القانون يعني زي ما حارتك اشارت ليس من المنطق ولا من المقبول ان يكون حجم ده بده ان يكون تكون العقوبة على قدر الجرم كيف يمكن ان تكون عقوبة غش وسمية وموت الناس نتيجة هذا الغش وبعدين نقول في النهاية افتعبين ايه افتعبين افتعبين ولهذا وبعدين ده غذاء الناس يا فندي ده القوئة اكل الناس اليومي احنا انا اساندك انا معاك انا اقولك دي احد نقاط الضعف انه ان النظام العقوبات التشريعية تحتاج الى اعادة نظر واضحة لان ما هو قائم لا يصلح للعصر الحالي تمام